موسيقى موسيقى دا زي ما اتفقنا ان احنا بنبدأ اول حاجة بتايتل تايتل الدرس احنا بنهاردة التايتل عندنا اسمه فانكشن موسيقى مهن الوظيفة نفسها احنا النهاردة هنتكلم عن الوظيفة اللي الاشياء بتقوم بها الوظيفة اللي الاشياء بتقوم بها وده اللي احنا النهاردة هنتكلم عنه في درسنا طبعا زي ما اتفقنا ان احنا في بداية كل درس بيبقى عندنا مجموعة الفكاب ديت احنا بناخدها كبداية ان احنا بنحفظ الكلمة علشان نقدر بعد كده نستخدمها في how to make complete sentences how to make complete sentences يعني احنا لازم نحفظ الكلمة ونعرف معناها بالعربي معناها مبدئيا ولكن بعد ذلك الهدف الرئيسي how to make a correct sentences how to use these words to make a correct sentences احنا زي ما اتفقنا هناخد مجموعة بكاب جديدة وإحنا علينا ان احنا نحفظها كويس جدا ونقرها كويس جدا ونعرف معناها علشان نقدر بعد كده نستخدمها في كل sentences اللي هتقابلنا نبدأ مع بعض фان اللي هي المروحة جاويستيك دراع أو مقبض engine اللي هو المحرك أو المطور برضو اللي هو اسمه محرك fuel tank خزان وقود gear الترس الجيرز اللي هي التروس اللي بتبقى عندنا في الماكينات pilot pilot طيار jet pack jet pack jet pack نفاف الظهر ونفاس الظهر دوت ده جهاز هنستخدمه وهنتكلم عنه في درسنا النهاردة motor motor قلنا motor ده engine اللي هي معناها محرك amplifier amplifier what is the meaning of amplifier يعني مكبر الصوت receiver 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 means جهاز استقبال compressor compressor جهاز الضغط compressor generator يعني مولد كهرباء transmitter transmitter جهاز ارسال antenna 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 اللي هي الاريال اللي موجودة في التلفزيون في الموبايلات القديمة وهكذا في الراديو radio waves radio waves اللي هي الموجات اللاسلكية lense 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 means عدسة reflector 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 يعني عكس thruster 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 محرك دفع speed 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 يعني السرعة accelerator 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 ده واسة البنزين function function اللي هي الوظيفة 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 هنا بنعني بيها الوظيفة اللي بيقوم بيها الماكينة او المعدة ده معنى كلمة function pack pack يعني حزمة canopy canopy يعني قبة البراشوت اللي هي الجزء اللي فوق في البراشوت rob اللي هو الحبل crew crew يعني طاقم طاقم الطيارة طاقم الباخرة اللي هو الطاقم اللي بيقوم بيقوم بايه بالابحار والطيران وهكذا conductor conductor موصل refrigerator refrigerator يعني تلاجة fluid fluid يعني سائل purpose 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 يعني الغرض loud speaker loud speaker يعني مكبر صوت او اللي هو اللي احنا بنقول عليه حاجة شبه المايكروفون شوي battery 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 بطارية electric current electric current يعني طيار كهربي pedal pedal يعني دبرياج اللي هي دواسة الدبرياج اسمها pedal power power الطاقة produce produce ينتج focus 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 فوكس يعني يركز او يعمل تركيز على شيء معين circuit circuit دائرة كهربائية beam 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 شعاع اللي هو شعاع الضوء light 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 وتزاميني جوء بلايت يعني ضوء طبعا احنا زي ما اتفقنا ان احنا عندنا مجموعة البوكابس ديت احنا لازم الغرض من ان انا بعرضها كلمة كلمة والميننجز بتاعها ان انا اعرف الفرولانسيشن بتاعها يعني لازم ان انا اما اجي اقرأ الكلمة حضرتك تسمعها معايا وترددها ورايا ده الغرض من ان انا بفرق الكلمات بالميننجز بتاعها مع الساونس اللي انا بقوله فلازم احنا كلنا نحفظ الكلمات دي كويس علشان مش هو ده الهدف منها ولكن الهدف منها زي ما قلنا في بداية الدرس ان احنا بنقول how to make a correct sentences and how to listen to a correct sentences ازاي استمع لجملة كاملة وافهمها وعرف اترجمها هو ده الهدف منها الهدف التاني ان ازاي اعمل جملة كاملة باستخدام مجموعة الكلمات الجديدة اللي انا استخدمتها ده الهدف من ان انا بقول الكلمة ومعناها وبكرر الكلمة تاني ارجو ان احنا نهتم جدا بhow to pronounce the words شان مجرد ان انا انطق الكلمة صح مجرد ان انا هسمعها صح ان انا هفهم معناها ايه بالزبط نيجي دلوقتي للجزء التاني وهو الجرامر احنا اتفقنا النهاردة ان احنا بنتكلم عن وظائف البارتس اللي هي البارتس of the machines او the devices احنا بنتكلم النهاردة عن الاجزاء دي طيب الاجزاء دي في عندنا النهاردة ازاي نقول وظائف كل جزء ازاي نقول وظائف كل جزء والنهاردة هنتكلم عن يعني expressions مختلفة تعرفنا ازاي نعرف وظيفة كل جزء هنبدأ مع بعض هنا من اول سؤال what does the fan do what does the fan do احنا اتفقنا ان what is the meaning of the fan the fan means المروحة اللي هي موجودة في الجهاز اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي تمام ايه هي فايدتها it pushes the air it pushes the air what is the meaning of pushes the air يعني بتدفع الهواء بتدفع الهواء what is the fan for what is the fan for it is for pushing the air it is for pushing the air انا عندي جملة الاولانية هنا قلت what does the fan do تاني جملة قلت what is the fan for the same meaning الاسئلة دي the same meaning نشوف اخر سؤال برضو المينين جمتعوه زيوم ولا لا what is the purpose or function of the fan what is the purpose or the function of the fan الانسر زبتعتي هنا its purpose is to thrust the air is to thrust the air طيب what is the different between three questions what is the different between three questions the question number one هنا بيسألني باستخدام the present present sample بيستخدم هنا السؤال في زمن present sample اللي هو المضارع البسيط اللي هو بنستخدم فيه ايه اللي اثبت لنا انه هو بيستخدم المضارع البسيط عندي هنا what does يبقى انا هنا سألت في زمن المضارع البسيط لما اجي اسأل في زمن المضارع البسيط لازم الاجابة تكون عندي في نفس الزمن في نفس الزمن عشان كده انا قلت it pushes it pushes يبقى انا هنا جبت verb plus s الverb plus s يبقى انا ليه جبت الverb plus s لان انا عندي هنا it it هنا pronoun طيب يبقى انا هنا عندي it pushes the air يبقى انا السؤال الاولاني كان في زمن المضارع البسيط طيب نيجي للسؤال التاني ده same meaning كل التلات اسئلة بيحملوا نفس المعنى وهي ما وظيفة الفان ما هي وظيفة الفان التلات اسئلة بتاعي ولكن السؤال الاول لما جالي في زمن present sample لازم اجاوب عليه في زمن present sample طيب السؤال التاني what is the fan for what is the fan for اه يبقى هنا السؤال بيقول لي ايه هو لايه في هنا كلمة for واحنا عارفين قبل كده ان for لازم ييجي بعدها ايه ايوا فكر كده قلناها قبل كده كتير فقبل كده قلنا فعلا فعلا very good excellent قلنا for لازم ييجي بعدها verb plus ing verb plus ing يبقى طالما سألني هنا before يبقى انا افتكرة على طول القاعدة بتاعت for اني لازم for ييجي وراها يبقى لازم after for verb plus ing نيجي نشوف الجملة اللي قالها it's for pushing the air it's for pushing the air طيب the third questions say what is the purpose or the function of the fan هنا سألني السؤال واضح ايه هي وظيفة الفان السؤال واضح جدا وانا هجاوب عليه برضو بكل وضوح واقول its purpose is its purpose is is what is to واكمل الجملة عادي وطبعا عارفين ان to verb ييجي بعدها الverb في infinitive ما يجيش معاها اي اضافات يبقى هنا بقول ان عندي الجملة واضحة بيقولك what is the purpose or the function of the fan يبقى الإجابة هتكون its function is to its function is to to what to thrust the air the verb in the infinitive to thrust the air thrust the air اوكي طيب نيجي في بعد كده structure عندي بيقول the function of the bump at the back of the refrigerator is to compress the fluid is to compress the fluid what is the meaning of these words بيقول هنا انه وظيفة فيه امبوبة كده او فيه بمب ورا التلاجات اللي هي داخل اللي احنا منسميها حتى باللغة العربية عندنا عادي compressor برضه هي اسمها compressor برضه compressor ده بيعمل ايه بيعمل compress the fluid يعني ايه compress يعني بيضغط على السائل بيضغط على السائل طيب في عندي meaning another meaning of these sentences تعالوا نشوف الميننج التاني the pump at the back of the refrigerator acts as a compressor of the fluid اه يبقى انا فوق كان بيقول لي انه وظيفة البمب دي انه هي compress انه هي بتضغط الهواء لكن الجملة التانية نفس الميننج برضه بس اقلها لي بطريقة تانية وقال لي ايه ان البمب at the back of the refrigerator اسمها ايه او act as a بتعمل على ايه كلمة act as لازم نعرف كويس جدا انه لما نشوف كلمة act as act as لازم يجي بعدها النون لازم يجي بعدها نون علشان كده انا قلت هنا ايه act as a compressor act as a compressor compressor هي النون اللي هي جاية من verb compress هي compressor هي النون from verb compress اوكي يبقى هنا الميننج عندنا the same meaning في الجملتين مع اختلاف اني انا لما وضعت كلمة act as جي بعدها النون بتاعي the purpose of a loudspeaker or megaphone is to amplify sound amplify sound هنا عندنا equal يبقى الجملة التانية طالما في equal يبقى نفس الميننج تعال نشوف ايه الاختلاف اللي فيها the loudspeaker or megaphone acts as an amplifier of the sound اوه نفس الكلام اللي انا قلته قبل كده انا قلته قبل كده ان انا لما باجي اقول the purpose of of anything or any parts لازم اقول ايه is to وبعدها الانفينيتيب ده فعلا نفس اللي جيد الوقت قلنا هنا ان الهدف او الغرض من loudspeaker او الميجافون بيعمل ايه is to amplify sounds يعني يعمل ايه بيكبر الصوت بيكبر الصوت طب لما نيجي الجملة التانية هو جاب لي في الجملة التانية كلمة acts as اتفقنا قبل كده لما نلاقي acts as بيجي بعدها كلمة ايه ايوة very good بيجي بعدها noun بيجي بعدها noun amplifier amplifier what is the meaning of amplifier يعني مكبر يعني مكبر اوكي دي هنا الجملتين اللي هما بياخدوا السام طيب تعال نشوف هنا بقى ازاي نسأل اسئلة ونجاوب عليها بالنسبة للfunction what is the function of the bulb what is the function of the the bulb هو عايز هنا يعرف ايه هي وظيفة البلب what is the meaning of bulb bulb اللي هي الزجاجة بتاعت اللمبة او اللمبة الزجاج يعني الزجاج اللمبة الزجاج bulb هو الزجاج اللي بيحيط باللمبة فهي تعتبر هي اللمبة برضو يبقى البلب هنا what is the function of the bulb ايه هو بقى the function of the bulb is to what to produce light to produce light يبقى انا عندي هنا لما جيت قلت على طول مباشرة what is the function of لازم اجيب is to والverb في الانفينيط وده اللي احنا جبناه دلوقتي السؤال اللي بعد كده what does the reflector direct what does the reflector direct كلمة reflector هنا معناها اللي هي العاكس اللي احنا قلناها قبل كده في new vocab direct what what is the meaning of direct direct يعني بيعمل ايه او بيفوكس على ايه فهنا بيقولك the reflector direct the light in a beam بيعمل الضوء او بيباشر الضوء في او من خلال شعاع شعاع يعني ايه اشعة بيعكس الضوء على اساس انه هو اشعة بيعكس الضوء على هيئة اشعة تمام نيجي بعد كده هناخد مجموعة كلمات تاني على اللي هو نفاف الظهر الشخصي وده اللي هو الجيت باك اللي احنا المفروض ان احنا بندرس اجزاؤه السنة دي ولازم نحفظ كل جزء فيه عشان كده انا مفسرة كل جزء ومعناه بالعربي عشان تقدر تحفظ الاجزاء كويس جدا بالتالي هتعرف تقول الفونكشن what is the function of each parts of the jetpack اوكي jetpack jetpack يعني نفاس الظهر الشخصي نفاس الظهر الشخصي ده عبارة عن جهاز بيتحط في ظهر ال pilot او اللي هو الطيار وده حاجة بيطير بيها الفوق ودلوقتي هنقول ازاي بيشتغل وازاي بيعمل cylinder cylinder يعني استوانة cylinder means استوانة landing landing هبوط landing means هبوط parachute parachute يعني المظلة joystick joystick اللي هي الذراع او المقابض user user مستخدم belt 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 maximum 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 emergency 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 what's the meaning of emergency يعني حالة طارقة speed 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 قلناها قبل كده معناها سرعة direction direction اتجاه parts 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 what's the meaning of parts يعني اجزاء وهنيجي دلوقتي هنقرأ what is the meaning of personal jetpack وازاي بيشتغل نقرأ مع بعض كده القطع اللي عندي وبعد كده نشرح a personal jetpack is a device used for carrying a single person through the air هنا الجاتباك هو عبارة عن جهاز بيستخدم علشان او من اجل حمل person واحد just one person through the air في الهواء بيحمله في الهواء it avoids traffic هو بيتجنب الاشارات المرور it consists of an engine بيتكون من ايه بقى يتكون من motor two powerful fans في مروحتين كبار قوتهم عالية جدا and controls and controls the engine behind the pilot وكمان في عندنا المطور اللي هو خلف الطيار او الشخص اللي هو بيقود الجاتباك ده the fans are mounted on the engine the fans عندنا محطوطة فوق المطور the fans are powerful thrusters force the air down to the ground هو وظيفة الفانز هنا انها بتدفع الهواء تحت ال ايه الارض يبقى وظيفة الفانز اللي عندنا بتعمل ايه ما هياش بتدفع الهواء وتجيب هوا وكده لا دي بتدفع الهواء ثرست الزائر down down يعني اللي تحت علشان الجهاز يبدأ يرتفع لفوق ده بيبقى اللي هو اسمه jetpack طبعا الجهاز ده هو مش منتشر جدا عندنا هنا في مصر ولكن احنا بنشوفه كتير في الدول الكبرى بيبقى الجهاز دوت عبارة عن وسيلة نقل شخص واحد فقط من مكان لمكان وبيبقى علشان يتفادى الاشارات المرورية اللي بتبقى في الطرق والشوارع اللي موجودة تحت بكده نكون خلصنا اول يونت عندنا النهاردة والنهاردة هنكمل معانا يونت 6 كمان علشان الاتنين مع بعض صغيرين فاحنا النهاردة هنكمل معانا طيب احنا خدنا اليونت الاولاني كان بيكلم عن الفانكشن الفانكشن وقلنا فانكشن يعني وظائف او فانكشن يعني وظيفة الجزء التاني برضو بيكلم عن كاريرز كاريرز بس كاريرز هنا معناها برضو وظائف طب ما هي الفانكشن بين جديد المخصوص او من المخصوصين او جديد او كاريرز ما هي اللعباز الذي مطرده في الدرب من او كاريرز مجدد الممكشن او كاريرز او كاريرز مطرد وظائف وظائف ولكن الفانكشن قلنا وظائف أما الكاريرز فهي المهن التي يمتهنها الإنسان المهن التي يمتهنها الإنسان اللي هي بنقول عليها جوبس اللي هي الجوبس عرفنا الفرق بين فونكشن وكاريرز هات دي وظائف ودي وظائف ولكن فيه اختلاف كبير في المعنى نيجي بعد كده لبرضو مجموعة نيو وكاب كتيرة هتنفعنا في اليونت هنا إنجينير 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 معناها مهندس درجة جامعية يعني شهادة جامعية يونيفورستي سينجر سينجر بلان 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 في عندنا بلان وفي عندنا بلين علشان كتير بيطلغبط بين بلان وبلين بلان مينز خطة خطة بخطط لحاجة وبعمل خطة فبتبقى بلان أما بلين وتزامين الجوء في بلين بلين مينز طيارة بلين مينز طيارة كايند كايند كامبني كامبني أورجنيزيشن 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 كلمة طويلة شوية بس هنقطعها شوية أورجنيزيشن أورجنيزيشن شارت 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 سيلز برسون يعني باقع او باقع خلي بالنا كويس قوي ببين الكلمات هنا في سيلز مانجر ده مدير المبيعات نفسها اما السيلز برسون هو الشخص اللي بيقوم بالبيع سواء باقع او باقع سبيشيالست 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 what is the meaning of specialist يعني اخصائي اخصائي جنرال مانجر جنرال مانجر يعني مدير عام مدير عام بص 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 يعني رئيسي في العمل ديبارتمنت 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 يعني قسم سوبرفايزر سوبرفايزر يعني مشرف تيكنيشن تيكنيشن what is the meaning of technician technician means الفني فني ريبارز ريبارز ريبار ريبار وزاوة s means يصلح الverb اما هنا عندنا ريبارز means اصلاحات اصلاحات رن رن برضو عندنا هنا رن من الكلمات اللي هي بتستخدم be another meaning what is the meaning of run في العاج بتاعنا معناها يجري لكن هنا معناها ايه يدير معناها ايه يدير يبقى نخلي بالنا قوي من الكلمات اللي هي has to meaning في عندنا كلمات كتير قوي in english بس has to meaning in Arabic فلازم نعرف معنا رن بتاع معناها يجري لو جات في جملة بمعنى ان هي يدير مؤسسة يدير شركة يبقى معناها برضو رن نيجي هنا عندنا مجموعة questions and answers what is the main duty of a general manager ايه هي الشغل الرئيسي او الوظيفة الرئيسية للمدير العام هي رنز the whole company يبقى المدير العام وظيفته ايه او هي ايه بيشتغل ايه او مهامه ايه او واجباته ايه هو هي رنز the whole company هو مسؤول عن ادارة كل الشركة كل الشركة the whole company what is the main duty of a sales manager ايه هو وظيفة او عمل او واجبات المدير المبيعات مدير المبيعات بيعمل ايه مدير المبيعات هي رنز the sales department قولنا هنا رنز means what means يدير يبقى هو هنا بيدير قسم المبيعات بيدير قسم المبيعات what is the main duty of a service manager a service manager ايه مهام او واجبات مدير الخدمات المدير الخدمات he runs the parties and the service department هو هنا بيدير الخدمات والاجزاء او قسم الخدمات والاجزاء اللي هو اللي بيبقى خاص بي الخدمة وقطع الغيار مثلا اللي هي spare parts وكده اوكي نيجي بعد كده لحاجة مهمة جدا عندنا النهاردة الجرامر بيكلم عن قاعدة if قاعدة if هناخد النهاردة اولا احنا معنا عندنا قاعدة if وهي اسمها حالة الشرط if means الشرط لو اذا يعني انا لما باجي اخطط لحاجة واقول اذا او لو يبقى انا هنا بستخدم حالة الشرط طب يا ميز دلوقتي احنا عندنا اول حالة عندنا وهي conditional type 1 conditional type 1 عندي هنا الحالة الاولى بتقول ايه حالة الشرط الاولى وهي الشرط محتمل وقوعه لتوافر الشروط والظروف المطلوبة يعني ايه كلام اللي انا بقوله ده يعني انا دلوقتي بخطط اني اعمل شيء الشيء اللي انا بخطط له دوت هو محتمل وقوعه طب ليه محتمل وقوعه لاني الظروف المتاحة والمطلوبة موجودة يبقى انا في الحالة الاولى بقول اني انا عندي الحالة الاولى بتقول اني يكون الشرط محتمل وقوعه وتكون كل الأدوات أو الشروط أو الظروف المطلوبة متاحة ليه طيب في الحالة دي يا ميس القاعدة بتاعتي هتبقى ازاي القاعدة هتبقى زي ما احنا شايفين دلوقتي عندنا إف بتبقى أولا هي بتربط بين جملتين بتربط بين جملتين فأنا لما جيب إف الجملة اللي بعدها على طول الجملة اللي بعدها على طول تبقى present sample present sample طيب الجملة التانية أو الجملة اللي بتكملها معاها لازم يبقى فيها will أو can plus infinity طيب يبقى أنا عندي أول حاجة لازم أعرفها إن إف لازم بتدخل على جملتين بتدخل على جملتين في جملة بتبقى ملاصقة الإف بتبقى ملاصقة الإف أنا ممكن إف تيجي في نص القاعدة ممكن إف تيجي في نص الجملة ما بين الجملتين فعشان كده لازم أحفظ وأفهم إن إف بيجي وراها على طول present sample يعني إف وراها على طول present sample الجملة اللي وراها بقى اللي ناحية تيجي ممكن تيجي فيه بعد الجملة الأولانية وممكن تيجي قبلها نفسها يعني إف هنا ممكن تيجي في النص فالجملة اللي بعدها على طول تبقى present sample بالتالي الجملة اللي قبلها هتبقى will أو can plus infinitive زي ما احنا قلنا طب أنا عندي الجملة الناحية التانية بعد الجملة الأولانية برضو هتيجي معاها will أو can طب تعالوا نشوف كده الكلام اللي أنا بقوله على الطبيعة اهو if I want to become an engineer what will I have to do طيب أنا عندي سؤال بيسأل بإيه بإيف لو أنا عايز أكون مهندس إيه اللي ممكن أعمله علشان أبقى مهندس أنا هنا بسأل السؤال برضو السؤال عندي جاي إف أو هي موجودة والجملة اللي بعدها على طول فيها present sample هنا بعد كده خلصت الجملة جات الجملة التانية فيها will استخدمت هنا will طب تعالوا نشوف الإجابة ونشرح مع بعض إيه اللي حصل هنا if you want to become an engineer لو أنت عاوز تكون مهندس مفروض تعمل إيه you will have to get a diploma you will have to get a diploma طب أنا هنا دلوقتي هل الجملة دي مظبوطة وبتحتمل كل عناصر الشرط اللي موجودة عندي يعني أنا هنا عندي أداة الشرط اللي هي إيف عندي الجملة الأولانية فيها present sample عندي الجملة التانية فيها will أو كان فهنا عندي will تمام طيب تاني حاجة هتأكد منها هل الجملة دي فعلا محتمل وقاعها ولا هي خيال وانا بحلم ان انا اعملها لا ده احنا فعلا الجملة اللي احنا بنتكلم عنها دي ممكن نسبة حصولها كبيرة جدا ليه لأن انا عايزة بقى مهندس والمفروض ان انا ادخل اخد دجري او university degree او شهادة جامعية تديني الايه الحق دوت او تديني المهنة دي يبقى أنا عندي هنا في الحالة الأولى ان الشرط موجود ويه الجملة محتمل وقاعها لأن الظروف المتاحة موجودة ومناسبة لحدوث الحدث كده ده بالنسبة للجملة الأولى او type 1 احنا اتفقنا قبل كده عشان نحفظ مع بعض ونراجع عندي الجملة الأولانية او type 1 عندي if بييجي بعدها على طول في الجملة اللي لازق فيها present sample بعد كده الجملة اللي بعدها بييجي well او can plus طبعا الفعل بيبقى في الانفينيتب اوكي ولازم برضو يكون الجملة عندي عشان نبقى واضحين وفاهمين ان الجملة يبقى في الهدف اللي منها بيبقى محتمل وقاعها وكمان الظروف الملأمة متاحة ومتاحة ليا ان انا اقوم بالعمل ده نيجي بقى لtype 2 conditional type 2 conditional برضو هنا ليها معنى حالك الشرط التانية لا تتوافر الشرط لا تتوافر له الظروف المطلوبة او المواصفات اللازمة او هو مجرد مثال او افتراض مخالف للواقع كذلك في حالة الشك او في حالة التأدب اه يبقى انا بستخدم الحالة التانية دي لما بيكون عندي شك او بيكون عندي الظروف اللي هي مفروض انها تبقى موجودة عندي مش مناسبة او مش ملأمة او انا بحلم او انا بقول حاجة مخالفة للواقع او بفترض شيء مش موجود في الحالة دي بعمل ايه بيقولك هنا في الحالة دي بنجيب if جنبها على طول الجملة اللي بعدها على طول مش present simple لا past simple past simple طب الجملة اللي بعدها يا ميس بتبقى ايه would or should plus infinitive would or should plus infinitive يبقى انا عندي الحالة التانية لازم نفتكر كويس قوي امتى استخدم الحالة التانية من قاعدة if استخدمها لما يكون الشرط اللي عندي مخالف للواقع مثال بجيب مثال من اي حتة بفترض شيء مش موجود في حالة ان انا بشك في شيء باستخدمها وهكذا طب بتتكون من ايه يا ميس الحالة التانية دي بتتكون من if بعديها الجملة اللي وراها على طول past simple بعديها الجملة اللي بعدها would or should plus infinitive طيب if you wanted to become a rock singer if you wanted to become a rock singer you would have to be a good singer you would have to be a good singer يعني انت دلوقتي احنا دلوقتي هنتكلم عن اول حاجة القاعدة بتاعتنا هل هي متوفرة الشروط ولا لأ if موجودة تمام موجودة الجملة اللي بعدها على طول جت في زمن past simple تمام جت في past simple طيب الجملة التانية جي بعدها ايه would plus have اللي هو ال infinitive تمام يبقى انا عندي الجملة هنا متوفرة فيها الشروط الجراماتيكال الجراماتيكال طب تعالا بقى نشوف كده كمينينج واحدة بتقول ان هي عايزة تبقى rock singer rock singer what the meaning of rock singer rock singer ده a kind of singer a kind of singer يعني نوع من انواع المغنيين بيبقى rock singer تمام طيب هل ينفع ان انتي تبقى عايزة تبقى rock singer وانتي في الاساس you are not a singer you are not a singer يبقى لازم علشان ابقى rock singer يبقى at the first i must be a singer a good singer a good singer وهو ده المثال اللي هو الهولة قال لها لو انت عايزة تبقى rock singer you would have to be a good singer first يبقى you must be a good singer وبعد كده تختاري الكيمينة يبقى هنا اصلا هي مش مغنية جيدة وهي لا تمتلك الموهبة ولا تمتلك المواصفات الموجودة ولكن دوت مجرد مثال بقوله او مجرد هي حاجة نفسها تعملها او بتفكر فيها او بتسأل هو انا ممكن ابقى كذا فبالتالي الرد عليها كان زي ما احنا قلنا طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن ال units اللي معانا وقلنا كبداية ان انا عندي وظائف ووظائف in Arabic ولكن وظيفة الاولانية means function ولكن الوظيفة التانية اسمها careers تمام انا عندي هنا لما باجي اقول وظائف اللي هي parts of machines بجيب زي ما اتفقنا النوعيات اللي احنا قلنا عليها طيب انا دلوقتي هركز تاني على حاجة مهمة جدا وبتيجي عندي كتير وهي ازاي ان انا استخدم الكلمات انا عندي هنا فيه كلمة اسمها acts as دي لازم اعمل stress عليها كويس جدا واكتس اس دي لازم اعرف ان لو جاتلي في اي سؤال في اي سؤال لازم يجي بعدها noun يجي بعدها noun يبقى acts as noun acts as noun وقلت قبل كده برضو ان لما اجي اقول the purpose the purpose كلمة the purpose او the function لازم اقول قبلها is و to اقول قبلها ايه is و to يبقى انا عندي هنا انواع كتيرة من الاسئلة بعملها وبجيب كلمات خاصة بيها يعني ايه الكلام ده يبقى انا عندي فيه كلمة key لحاجة تانية واتزا من يجي اقف key يعني مفتاح المفتاح دوت ان انا بستخدمها في ايه يعني انا عندي دلوقتي لما اجي اقول is to is to خلاص to جات لي يبقى to هنا بيجي بعدها الverb فين في الانفينيتف يبقى to دي الكي بتاعت الانفينيتف يبقى حط وراع على طول الانفينيتف طيب انا عندي دلوقتي كلمة acts as acts as طيب دلوقتي يا ميس انا لما يجيلي اسئلة عن الدروس دي ايه نوعية الاسئلة اللي هتجيلي في الامتحان اقدر استخدم فيها اليونتس دي احنا اتفعنا قبل كده يا ولاد ان احنا عندنا نوعيات من الاسئلة واسئلة الامتحان وده اللي احنا راجعنا قبل كده وان شاء الله هيبقى فيه عندنا فرصة كبيرة لمراجعتها فيما بعد وهي how to answer the questions how to answer the questions of the exam الاسئام بتاعتنا طيب الاسئلة اللي عندي يا ميس دي هتستخدمها في اي جزئية من الاسئلة طيب انا عندي اهم حاجة اللي هي بدايما بتبقى متنوعة الاسئلة وهي السؤال اللي هو خاص بالتشوز خاص بايه بالتشوز لما اجي اعمل عندي السؤال اللي تشوز ده وبيبقى عندي سؤال وفيه four choices طيب انا عندي الفور choices دول فيه حاجات بتبقى ملأمة وحاجات لأة طيب انا دلوقتي يا ميس اللي انا بقوله دلوقتي اللي هو فيه عندي keywords يعني ايه keywords يعني انا دلوقتي لما لاقي في السؤال بتاع التشوز عندي السؤال بيقول فيه كلمة two فيه كلمة two اهي اول ما شوفها على طول يبقى لازم احط وراها اختار الاختيار اللي بيقول في في infinitive يعني ايه infinitive يعني verb وزاوة any anything وزاوة s وزاوة ing وزاوة ed وزاوة anything يعني الverb في المصدر الverb في المصدر طيب يبقى معنا كده ان الاسئلة دي ممكن تفيدني او الحاجات دي تنفعني في سؤال اللي تشوز تمام حاجة تانية انا عندي هنا كلمة acts as مجرد ما تشوف كلمة acts as لازم تحط على طول وراها نون لازم تحط وراها نون يبقى انا عندي اهو كمان ايه قلتلك حاجة تانية كيورد برضو يعني ايه مفتاح مفتاح لان انا اعرف ايه اللي بعدها يبقى انا دلوقتي لقيته احط بعدها الverb في الانفينيتب acts as احط بعدها الverb في ايه برافو احط بعدها الverb في سوري اللي بعدها النون على طول اللي بعدها النون على طول طب في حاجة تانية معنا النهاردة خدناها اللي هي ايه اللي هي فور اللي هي what is مثلا the fan for what is the fan for طب انا فور هنا يميس اعمل ايه اختار على طول الكلمة اللي هي فيها verb plus ing verb plus ing ing طيب انا عندي هنا السؤال اللي هو اللي choose دوت بيبقى عندي وسؤال مهم جدا طيب ايه تاني ممكن استخدمه في الاسئلة اللي ممكن تجيلي في الاسئلة الامتحانات انا ممكن استخدم الامثلة دي او اليونتس دي في how to answer the translation question ازاي احل سؤال translation يعني انا دلوقتي لما اجي اتكلم عن موضوع دي jet back jet back او the function of the fan the function of the fan انا ليه بقول احنا لازم نحفظ كويس جدا الكلمات كلها لازم نحفظ الكلمات كلها علشان هتفيدنا في how to answer the translation question translation question انا هنا دلوقتي لما باجي احل سؤال translation هو بيجيب لي نوعيتين من الاسئلة how اول واحد translate into arabic يعني استخدم الاسئلة الكلام انجليش وحوله ل arabic علشان كده انا بقول ان لازم الفوكابز الجديدة بتاعتنا نحفظها كويس جدا طيب ازاي امس احل الاسئلة بتاعت اخر السنة النهاردة هقولك بس فكرة سريعة كده عن ورقة الاسئلة بتاعتنا بتكون عبارة عن سؤال زي ما اتفقنا اللي هو choose بتاعنا وعرفنا دلوقتي ازاي نحل سؤال choose ازاي استخدم الكلمات اللي انا حفظاها والكلمات اللي انا عرفاها واقول ان الكلمة دي يجي بعدها verb الكلمة دي يجي بعدها noun وهكذا زي ما قلنا دلوقتي بالنسبة لfour وبالنسبة ل act as وبالنسبة ل two هنيجي برضو بعد كده هنتكلم عن الجرامر how to ازاي نستخدم الجرامر عندنا طب يميس الجرامر هنا هيجينا على هيئة ايه احنا كلنا بنخاف من الحاجات دي كل الطلبة اللي قدامي بيخافوا بيقولوا طب انا بحفظ الجرامر بس انا مش عارف هو بيجيلي على ايه لا هو بيجيلك برضو في اسئلة اللي تشوز بتاعتنا بيجيلك في اسئلة اللي تشوز بتاعتنا السؤال دا تسألته كتير جدا من الطلبة وكلهم بيبقوا متخوفين جدا من سؤال الجرامر طب يميس الجرامر هيجيلي انا عرفت القعدة وعرفت اطبقها بس انا مش عارف هيجيلي ازاي في الامتحان ايوة انت هيجيلك ازاي في الامتحان هتستخدمه برضو في او من خلال اسئلة اللي تشوز هتستخدمه من خلال اسئلة اللي تشوز طب ازاي هميس هستخدمه من خلال اللي تشوز يعني انا مثلا عندي ولو سؤال او مثال من اللي احنا قلناه دلوقتي اللي هو ايه اللي هو إذا تريد أن تكون روك سينجر طيب ايه اللي ممكن يتحط احط لك سبيس ما كان احط لك سبيس ما كان وانتد واقول بعد كده الجملة عادي واجب لك اختيارات هجب لك وانت ولا وانتد ولا وانتنج ولا اي كلمة تانية حضرتك تبقى عارف لازم تبقى عارف ان لازم يجي طالما فيه ود طالما فيه ود في الجملة التانية يبقى انا عندي هنا كيوورد اهو في هنا جملة او كلمة بيينتلي اجيب الناحية التانية بيينتلي ايه اجيب ايه الناحية التانية يبقى انا مجرد ما شفت عندي اف اللي هي الشرطية وبعد كده شفت عندي الجملة اللي هي متسابة عندي فيها اف يبقى انا على طول هعمل ايه هقوم جايب الفعل عندي في زمن الباست سيمبل وليس حاجة تاني يبقى انا هستخدم الكلمة بتاعتي في زمن الباست سيمبل ده بالنسبة للجرامر ازاي يجي لك كقاعدة ايف طبعا فيه كلام كتير وفيه حاجات كتير في الجرامر برضو بيبقى ليها نوعيتها بس اللي انا عايزة اطمنك فيه ان احنا في قواعد جرامر بتاعتنا بتبقى عبارة عن كلها اسئلتها خاصة بيه التشوز طيب نيجي بعد كده فيه اسئلة تانية برضو لازم اهتم بيها طب ايه يا ميس الاسئلة دي فيه عندنا حاجة اسمها الديالوج طب الديالوج دي ميس اه الديالوج احنا برضو اتفقنا قبل كده ان لازم ال نيوفو كابس يا ولاد لازم نحفظها كويس قوي طب وقلت قبل كده نحفظها ليه هل انا مهتمة ان احفظ كلمة بلاي معناها يلعب رن معناها يدير او يجري لا هو مش ده الهدف بالضبط هو الهدف بالضبط ان ازاي كيف تستخدم امينج فول سنتنس امينج فول سنتنس يوزن جزيس وارد يبقى انا دلوقتي لما استخدم الكلمات دي واعرفها كويس قوي هستخدمها في جمل مفيد طيب ايه العلاقة بين الكلام دوت ولا حضرتك بتقوليه ان انا في عندي حاجة اسمها الديالوج واتزا مينج الديالوج دوت عبارة عن محاسة بين اتنين وعلشان اتكلم معك وانت تتكلم معايا يبقى لازم يكون عندك مجموعة فكاب كبيرة طبعا احنا بنقول الكلام دا دلوقتي لان احنا بدأنا من دلوقتي ان احنا ان شاء الله دخلين على نهاية السنة ولازم من دلوقتي نبدأ نتضرب على how to answer the question وازاي نتضرب على اسئلة الورقة الامتحانية علشان لما نيجي نمتحن في اخر السنة ما يبقاش الموضوع بالنسبة لنا شيء جديد لا لازم وانا بشتغل اجي اخد الدرس اللي عندي اعرف ايه اللي هيفدني في الدرس دا واعرف هاخد ايه وزي ما اتفقنا ان كل جزئية موجودة في اليونتس الاجزاء دي كلها هتفدنا في جميع انواع الاسئلة اللي موجودة عندي في جميع انواع الاسئلة اللي موجودة عندي وان شاء الله هنبقى مع بعض هنغطي كمية كبيرة جدا من الاسئلة دا وهنقدر مع بعض نحل ازاي نحل سؤال سؤال وهنحل مع بعض وهنشتغل مع بعض بإذن الله واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله و جود باي و جود باي و جود باي شكرا شكرا